تنضلق عملية الإحصاء السادس للسكان والسكان وسط تساؤلات حول أمور عديدة فمثلا، هل يحتسب المهاجرون من سكان الجزائر؟ وماذا عن المقيمين بالمستشفية والسجون ودور العجزة؟ والبدو الروحل؟ وتفاصيل أخرى؟ عملية الإحصاء البدو الروحل هذه نتمها بإعانة رؤساء البلدية هم يعرفوا وين متواجدين هذا بدو الروحل وهذه البلدية التي تتعاملون مع المؤسسات التي ينتبهون لهذه البلدية عدر الأسرة منذ أكثر من 6 شهر وما يقول لش ماشي بالتعصال مع الأسرة ما يتحسبش مقيم داخل الأسرة هذه ما يتحسبش مقيم داخل الأسرة ومقيم جهة أخرى ممكن طالب جهة عنده ساكن واحد ونحصيه وين ساكن حصر تفريغ البيانات لفائدة الدوان الوطني للإحصاء من شأنه المساهمة في رسم السياسات الحكومية وتعزيز التنمية الاقتصادية البيانات تكون مؤمنة كونفيدانسيال ما كاش واحد يقدر يدخل يشوف البيانات هذه ولو دوان الوطني الإحصائية ما الشي ممكن يشوف بيانات شخصية هي التحاليل تكون تحاليل جروبال على المستوى العام نقدر نقوله قال الولاي فلانية فيها 51 بالميرجال 49 نساء عدد النساء متزوجات عدد العزباء وهذه هدية ما ندخلوش في البيانات الشخصية قال هاد السكن هادا هكذا داير ولا هاد الأسرة عندها هاد ممنوع قانونيا ما بالأسماء نشطبوها كنكبروا الإحصاء نشطبو الأسماء ما تكون عندنا حتى معلومة على الفردي على واحد ولا على أسر عملية الإحصاء التي ستستمر من 25 سبتمبر إلى التسع من أكتوبر 2022 ستكون على غير العادة رقمية أكثر دقة وأكثر أمنا من أجل نتائج أكثر فعالية